الخير في بلدنا ما بينتهيش وبأدين ولادنا بنترع تعب وعرق في كل شبر من المحروصة علشان نعيش حياة كريمة والبداية كانت في يناير 2019 بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الجهات المعنية بإطلاق حياة كريمة لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في كافة كرة ونجوع مصر حياة كريمة بترسل مستقبل أحسن لولدنا وبتمهد الطريق للجمهورية الجديدة وبخطة واضحة نفزنا الشغل على مراحل وفي خلال ثلاث سنين قدمنا للعالم ملحمة بناء وتعمير شملت 4500 قرية و28 ألف تابع بكل أنحاء الجمهورية لخدمة أكثر من 58 مليون مصر سكن ومرافق مدارس ومستشفيات طرق ومشاريع صرف وريق وغيرهم كثير باستثمارات وصلت لـ 800 مليار جنيه كل ده علشان نقدر نعيش حياة كريمة